بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأذبه اللهم آمين أتكلمت مع حضراتكم عن عيادة المريض وأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي لعبده يوم القيامة يا عبدي مرضت فلم تعدني فيقول العبد كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول يا عبدي مرضى عبدي فلان فلم تعده أما لو عدته لوجدتني عنده عيادة المرضى وزيارة المرضى من تعاليم الإسلام ومن هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم إزاي أزور المريض؟ ما هي آداب عيادة وزيارة المريض؟ أول حاجة لاستئذان قبل الذهاب اتصل بالتليفون هل مسموح بالزيارة أم لا؟ طيب الزيارة في أي وقت أجي أزور المريض إمتى؟ إن كان هو يتكلم كلمه أو هاتفه أو رسله وإن كان لا يتكلم فرسل أحد الأقارب أولاده زكته أهل بيته قلهم متى آتي لزيارته فإن أذن لك فاذهب الاستئذان ثلاث فإن أذن وإلا فارجع افرد ما فيش زيارة خلاص طيب إن ذهبت للزيارة لا تطيل الجلوس عند المريض ما تطولش عليه وكما قالوا زر غبا تزدد حبا يعني إيه؟ يعني زر يوم بعد يوم مش كل يوم عند المريض مش كل ساعة مش طول الوقت قاعد معاه واتبع هد يا رسول الله في زيارة المريض اجلس عند رأس المريض وأدعو بدعاء النبي قل له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات وقل اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما هذا أيضا من هدي النبي ومن دعاء النبي وقرأ له الفاتحة بنية الشفاء لأن الفاتحة تسمى بالسبع المثاني والفاتحة والكافية والوافية والرقية والشافية من قرأها بنية الشفاء شفاه الله الفتحة هي الفتحة لكن أين فم أصحاب رسول الله الذين كانوا يستشفون بكتاب الله جل وعلا يقرؤون القرآن بنية الشفاء وربنا يقول كده في القرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةِ تدعو للمريض تخفف عليه في الزيارة لا تطيل الجلوس لا تقنط المريض ولا تيأس المريض ما تقول له ده فلان مرض بنفس المرض ومات أبداً قلوا إن الله جل وعلا ابتلاك ليرفع لك الدرجة يبتل المرء على قدر دينه فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء قلوا إن الصبر على المرض ثواب الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خفف عن المريض الألم بإن أنت لا تقنطه من رحمة الله ولا تيأسه من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون خليك مبشر ولا تكن منفر بشره بالشفاء إن شاء الله نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى العالمين اللهم أمين هروح فاصل وارجع لكتاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب